حملة صمود وتحدي حتى العودة كانت في جولة تفقدية للبيوت التي تم إنشاؤها وترميمها في مخيم بلاطة شرق نابلس بمكرمة من السيد الرئيس محمود عباس والتي تهدف إلى إعانة الأسر المتعففة وعائلات الشهداء والأسراء بالتأكيد هذه الحملة التي انطلقت في عام 2017 من قبل مكتب السيد الرئيس وبرعية الأخ الرئيس أبو مازن ويتابعها قسم المساعدة الإنسانية وبالتعاون أيضا مع العديد من القطاعات في إطار المؤسسة الفلسطينية من أجل تعمير هذه البيوت بيوت أبناء شعبنا في مخيمات الصمود وفي إطار وشعار ويحمل شعار أن المخيم صمود حتى العودة هذا البيت تم بنائه بشكل كامل ضمن هذه المكرمة الرئاسية والذي يعود لأسير وجريح وهنا أيضا كانت بصمة صمود وتحدي حتى العودة حاضرة من خلال العمل على تعمير هذا البيت بشكل كامل هذا البيت أحد البيوت اللي هم بيت فقير ماليا فتم ترميم 82 متر تكلفته 28 ألف دولار وطبعا في مخيم بلاطة تم إنجاز تقريبا أكثر من خمسين بيت وإنجاز قاعة للعزيات وقست هوس ومخازن لاستعمالها لفائدة المخيم خمسون بيتا منذ انطلاق هذه الحملة تم إنشاؤها فقط في مخيم بلاطة وما زالت أعمال البناء والترميم على قدم وساق في المخيمات الفلسطينية مئات البيوت التي تم ترميمها وإنشاؤها منذ انطلاق حملة صمود وتحدي حتى العودة والتي جابت المخيمات الفلسطينية واستهدفت أسر الشهداء والأسرع من مخيم بلاطة بدر أبو رنجيم تلفزيون فلسطين